خلال اجتماعه بالسفراء الذين يمثلون فرنسا حول العالم وبغية إعادة إطلاق برنامج عمله الدبلوماسي أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوم الاثنين إنه بصدد تقديم اقتراحات جديدة للاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الأمن في القارة على اعتبار أن ضمان أمن أوروبا مسؤولية قادتها ورأى أن على التجمع الأوروبي التوقف عن الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية حصراً في هذا الشأن ماكرون أضاف أمام 250 دبلوماسياً ونائباً وخبيراً في العلاقات الدولية إنه سيكشف عن مقترحاته خلال الأشهر المقبلة مشيراً أن إطلاق المراجعة الشاملة والضرورية لأمن القارة مع الشركاء الأوروبيين يجب أن يبنى على مبادرات وتحالفات جديدة تضم روسيا غير أن حديث باريس عن إشراك موسكو في التحالفات الجديدة قد يتسبب بمواجهة محتملة بين باريس وبعض العواصم الأوروبية الرئيس الفرنسي تطرق إلى عودة الأحزاب الشعبوية والقومية إلى الصدارة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي وقال أن باريس تريد أوروبا قوية قادرة على الحماية حتى في وقت بات فيه التطرف أقواه وعادت القومية إلى الظهور ماكرون الذي اعتبره الكثيرون بمثابة المنقذ لأوروبا اصطدمت مشاريعه الكبرى بجمود تكتل من البلدان غالباً من تباين مصالحها سيما بعد ظهور حكومات قومية في أوروبا الشرقية وصولاً إلى إيطاليا والمنافسة الضريبية بين الدول الثمان والعشرين داخل التكتل والخوف من تدفوق اللاجئين نهيك عن مفاوضات بريكست التي وصفت بالشاقة فيما اعتبر الموقف ضعيف لحليفته الرئيسي المستشار الألماني أنجيلا ميركل على خلفية انتكاساتها الانتخابية من أبرز العراقل التي وقفت أمام طموحات ومشاريع الرئيس الشاب ترجمة نانسي قنقر